ترتبط مصر والأردن بعدة اتفاقيات تجارية تنائية وإقليمية متميزة تأتي بالتزامن مع تطور الذي تشهد العلاقات على المستوى السياسي في السنوات الأخيرة وأثمر ذلك عن زيادة في قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى 438.5 مليون دولار من عام 2021 العلاقات المصرية الأردنية علاقات تاريخية سواء على صعيد العلاقات الثنائية في المجالات التنموية بين البلدين أو في الرؤى المشتركة لمعظم القضايا الإقليمية والدولية وقد شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع التطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي في السنوات الأخيرة ووثقا للإحصاءات سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 430.8 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2021 مقابل 341.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وخلال ذات الفترة بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 348.4 مليون دولار مقابل 274.3 مليون دولار فيما سجلت قيمة الواردة المصرية من الأردن 82.8 مليون دولار مقابل 66.9 مليون دولار أما عن قيمة الاستثمارات فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 وذلك مقابل 7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020 وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 485.7% كما ترتبط البلدان بعدة اتفاقات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل وعدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري الثنائي ترجمة نانسي قنقر